عربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من أوامر الإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلية للفلسطين في القطاع مشيرة إلى أنه لم يعد هناك مكان آمن في القطاع يمكن اللجوء إليه وأكدت الأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء التي تصدرها قوات الاحتلال من وقت لآخر باتت تأمر بك في كثير من الأحيان مشيرة إلى أن الفلسطينيين انتقلوا إلى مناطق تجرى فيها عمليات عسكرية وأبدت الأمم المتحدة استياءها من صدور أوامر إجلاء إسرائيلية جديدة لسكان مدينة غزة والذين تم تهجير العديد منهم قصرا عدة مرات داعية إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار وبدل كل الجهود لضمان سلامة المدنيين في غزة وآربت عن قلقها البالغ بشأن التدهور السريع للنظام المدني في جميع أنحاء القطاع ترجمة نانسي قنقر